السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كدير عايز يدخل في برمجة الريفت. حالك بس جدا ان انت تبرمج جوا الريفت فبتستفاد من كوة الريفت. وتضيف الحاجات اللي هي اصلا مش موجودة في الريفت. فبتلاقي عندك اكتر من طريق. ممكن تبرمج من خلال الدينامو. وده مست النوع سهل في التعلم. مش محتاج خبرة برمجية سابقة. السكريبت ممكن تاخده وتعمله شير او تبعته لأحد من الزقاء. سهل جدا ان انت تنفذ الامر بتاعتك. وبالذات لو هي اوامر سيمبل بسيطة. تمام? الماكرو محتاج ان انت تكون عندك خبرة برمجية. برمجت حاجات للونز قبل كده. هو نسبية مع الدينامو اصعب. بس ما فيش حيصعب هو يعني. الدينامو اسهل من الماكرو. التنفيذ بتاعه سريع. سهل ان ان انت تعمل بيه حاجات سهل ان انت تعمل بشغل كواس جدا. وبعد كده عندك بعد الدينامو والماكرو في اللي بقى ان انت بتعمل برامج ادنس او بلاجين جوه الريفت. اه محتاج تكون عندك خبرة برمجية. اه التنفيذ بتاعه سهل. تقدر تعمل واجهات سهل للمستخدم. او هيدوس على زرارة زهر الواجهة. فحس ان هو جوه الريفت ما خرجش برا. مش محتاج ان هو يقول لك ايه الدينامو ده وخش ويستغرب كده ويبصلك كده بعيون زوجية. لا هتلاقي الموضوع اسهل بكتير. فلو انت لسه ما عندكش اي خبرة برمجية خش في الدينامو. انا بحب الدينامو اسهل ولزيز وش بحتاج لنا احفظ اكواد. اه لو عندك خبرة برمجية خش في الماكرو او خش في بتاع الريفت.